الأغنية كلها عبارة عن جو رائع إلى جانب تعبير عن حالة الحزن والجو النفسي وسياق الأغنية في الفيلم موسيقار فريد الأطرش طبعا يشرك ويدخل المشاهد والمتابع معه في لعبة ما أراده هو وما أحب أن يصله للمشاهد وللمتلقي جو الأغنية لماذا أركز كثيرا على الجو النفسي نحن نتابع على يوتيوب بالمناسبة كثير من الذين حللوا موسيقار فريد الأطرش ولهم جهود كبيرة تشكر يعني خاصة الأسماء الكبيرة مثل الفنان الكبير مبدع عمار الشريعي أستاذ عمار قدم أشياء رائعة حتى الموسيقار فريد الأطرش وبعض الجيل الجديد والموجودين اليوم على الساحة يقدمون تحليلات رائعة هناك عدة أسماء يعني أخشى أن أسقط أحدا لكن لماذا سؤالي لا يلتفت إلى الجانب النفسي في قراءة موسيقى فريد الأطرش خلال تحليل أغاني فريد الأطرش الحديث عن الجانب النفسي أعتقد أنه هام جدا ولذلك ربما توافقون نرأي في قضية حديث فريد الأطرش المسجل حينما قدم أغنية يوم بلا غد عدت يا يوم مولدي عدت يا أيها الشقي أنا عمر بلا شباب وحياة بلا ربيع يعني كلام يعبر وهو بنفسه في هذه الحفلة قال سأقدم لكم قال أنا اليوم سأقدم لكم أغنية يعني تعبر عن حالة النفسية الحالة اللي أنا فيها هي تجاوبت كما قال تجاوبت تجاوبت مع أحسيسي ومع حالة النفسية هذا فريد الأطرش من يقول هذا الكلام في تقديم يوم بلا غد التي أخذنا منها نحن بعض ليست جمل بعض المزورات وضعناها في مقدمة أو في جينيريك وفاصل وتترات سلسلة مذكرات فريد الأطرش إذن الجو النفسي يلعب دورا كبيرا جدا حينما نتحدث ونحلل ونناقش أعمال الموسيقار فريد الأطرش ولعل البعض الذي يعيب على فريد الأطرش طابع وجو الحزن حتى إن الإعلامية المهذبة المحترمة أنا أقدرها حينما حاورت الموسيقار فريد الأطرش ليلى رستم حينما حاورته في اللقاء الشهير بداية السبعينيات سنة سنينة وسبعين أعتقد نعم قالت في مقدمتها الفنان صوت الشاقي والباكي والشاقي وضحك الموسيقار فريد الأطرش وقالها أشكرك هو كان يعرف كيف يقدر وكيف يعطي لكل شخص قيمته ومقامه المهم هذه السمة أو الصفة أو الصفة هي لا تعيب على فريد الأطرش شيئا بل تضيف إليه كثيرا وطبعا بالرجوع إلى حياة فريد الأطرش والمسارات التي مر بها والمآسي وكثير مما تعرض له من أحداث نعرفها جميعا على مستوى الأسرة العائلة ككل مستوى الشخصي نفهم جيدا ثم فقدان أسماعان بطبيعة الحال هذه كانت ضربة القاسمة كانت القاسمة للظهر هذه كأنه مصف الإنسان يموت كما يقول جبران خليل جبران بالمناسبة نحن كل يوم نفقد أشياء نفقد أشياء في هذه الحياة نفقد حبيب صديق قريب تموت في قلوبنا هذه الأشياء ومعاني الحياة المخترب الذي يعيش في بلد الاختراب أو غرب بعيد عن أهله يفقد معاني في قلبه حفلات دينية أعياد مواسم تجمعات رمضان أعياد دينية أعياد ميلاد أشياء جميلة احتفالات الربيع على سيرة الربيع الفريد الأطرش فتموت في قلبه بعض المعاني مع ذلك وهذا ما زاد برأيه على صحة ووضع الموسيقى الفريد الأطرش الصحي والعضوي أنه كان كل ذلك يعود يخرج ما استطاع منه فنا وموسيقى وألحان راقية رائعة والبعض ظل مكتوما بداخله لسيما حينما منع كثيرا من الغناء وهو كان يعصي أوامر الأطباء بالمناسبة كما تعرفون موسيقى